طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن لن نسيبة طالبت مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع وقوى المجاعة في قطاع غزة وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أشادت مندوبة الإمارات بجهود مصر لاحتواء الأزمة في القطاع المحاصر إذا اتخذنا إجراءات حاسمة فإن المجاعة ستسود غزة إن هذه الحرب والثمن الذي لا يطاق الذي يتكبده الفلسطينيون ستون إلى سبعون في المائة منهم من الأطفال لهذه الحرب أثر هائل على بلدان الجوار إن انتشار النزاع للمنطقة مال قائم ونشهد ذلك في الوقت الراهن بما في ذلك في الضفة الغربية حيث أن ثلاثمائة ألف ثلاثمائة فلسطيني منهم خسر وسبعون طفلا قتلوا وإن جهود مصر لاحتواء هذه الأزمة على الحدود جديدة بالثناء لكن هذا البلد بحاجة لمساعدة هذه ليست مشكلة مصر بمفردها لا بد من وجود رد دولي ولهذا السبب فإن مجلس الأمن قد طلب إليه أن يتدقلوا بشكل عاجل